شكرا جمانا التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان الشقيق وذلك انطلاقا من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات جاء ذلك خلال المنبحثات التي عقدها الرئيس السيسي في قصر الاتحادية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حيث استعرض الزعيمان مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما فيها تطورات ملف سد النهضة وأشعر الرئيس السيسي خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين البلدين معربا عن تطلع مصر لتعمقها وتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين لسيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الهام للجنة الأولمبية الدولية في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي وخلال استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية تومس باخ أشعر الرئيس السيسي إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية والتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة المقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة القبرى ومحيطها في المدن المجاورة وشهد اللقاء منقشة آفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تسعى إلى عالم مستقر بعيدا عن التوترات وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك دعا شكري إلى احترام المنظومة الأممية وتفعيل عملية تجديدها وإصلاحها وأن تتم بجدية وموضوعية وإنصاف حتى تصبح الأمم المتحدة أكثر قدرة على التجاوب مع التحديات العالمية وأكثر مرونة في تلبية مطالب واحتياجات الشعوب وأشار شكري إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية فقمت من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم منذ انتشار جائحة كورونا مضيفا أنه مع استمرار الأثار السلبية التي خلقتها الجائحة والتطرات الجيوسياسية المتلاحقة باتت الدول النامية تواجه تزايدا متناميا في العباء الملقى على عطقها أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تضامن مصر مع باكستان في ظل الظروف المناخية العصيبة التي تمر بها مؤكدا أهمية العمل الدولي المشترك في قضايا المناخ جاء ذلك خلال اجتماع شكري مع نظيره الباكستاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وذكرت الخارجية في بيان لها أن الوزيران تبحث حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعادات المختلفة والدفع بها قدما لأفاق أرحب لفت إلى أن الوزيران أكد أهمية العمل لتعظيم حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع حجم السوق بين البلدين اتهم وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف الولايات المتحدة باللعب بالنار حول تايوان وذلك في خطاب خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وقال لافروف في خطابه أن الولايات المتحدة تحاول الآن إخضاع المناطق الأسيوية وانتقد تشكيل واشنطن لتجمعات دول منغالقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي كما اتهم لفروف واشنطن أيضا بمحاولة تحويل العالم بأسره إلى باحة خلفية لها من خلال العقوبات دعا وزير الخارجية الصيني وانجية أوكرانيا وروسيا إلى عدم ترك النزاع بينهما يتفاقم وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكد وزير الخارجية الصيني أن الأولوية حاليا لتسهيل مفاوضات السلام داعيا إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية عبر منباحثات صريحة كما شدد على ضرورة منع تفاقم الأزمة وحماية المصالح المشروعة للبلدان النامية قال الرئيس الأوكراني بلاديمير زلنيسكي أن نظيره الروسي بلاديمير بوتين يرسل عن علم مواطنيه إلى الموت وجاء تصريح زلنيسكي بعد ساعات من توقيع بوتين لتعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة وقال زلنيسكي للروس أن رفض خطاب التجنيد أفضل من الموت في أرض أجنبية توجه الناخبون الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد في انتخابات يتوقع فيها فوز اليمين المتطرف وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الحزب اليميني إخوة إيطاليا حيث من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني رئيس رئاسة حكومة إتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف كما ستصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ إيطاليا نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل